الرمزية حتيلي بالفن التشكيلي شنو؟ الرمزية نفسها مدرسة من مدارس الفن التشكيلي طيب يعني المدرسة الرمزية مدرسة الرمزية والتلاسيكية والواقعية التعميرية مؤسسها يعني هم عدة فنانين مشاهد انتقلت هاي المراحل بفرنسا وبيطاليا زيان أكفريتها كانت كل انتقالة بين مدرسة ومدرسة صارت الانتقالات مالتها من الحروب دافنشي بيكاسو يعني مثلا المدرسة الدادائية كانت رفب لكل القواعد اللي مشت عليها الواقعية واللي قابلها زيان فتشوفها الدادائية فتشي كلش عشوائي طيب جتي السريالية السريالية هذه كل واحد قام انه يحول الخيال الى لوحة جسد مثلا رئيس تنين والجسد مالدب ببطو كأنه دا يرسم حلم نعم تحلم سفينة طايرة بالسماء سفينة طايرة بيت مهدوم وكمل غير المراد من هذا ببط ببط كل واحدة تتناقض اللي قابلها زيان يعني هي صارت تكملة نعم نعم مثلا بيش عشان انه المدرسة الواقعية اللي وصلوا ادق ادق التفاصيل نعم وصلت الى مرحلة بالفن الاوروبي نعم يعني الهناك كاف بدت المرحلة تسلم الراية للشخص بط بطل اللي بعدها انت اللي دا تحجي انه الفن ووصولا الى هسا احنا الفن اللي عندنا الهابط وغيره والامور يعني التجريد هو يعني اريد ارسم طير نعم ما اريد ارسمه كامل بس ارسم مونقارا ايه وارسم التكملة بس ما امطي تفاصيل لا يعني هذا التجريد اخلي المتلقي امطي ايحاق امطي شبه رمز زيان اريد ارسم مرأة ايه ما اريد ارسم تفاصيل كاملة بس ارطي مثلا شعرها التفاصيل نعم بخط نعم بدون تفاصيل طيب فهنانا احنا التجريد والرمزية وممكن انه باللون نعبر عنها على طال